نتائج جد إيجابية على جميع الأسعيدات يأخذنا على الصعيد رقم المعاملات لشفر دفاع طلع كتار من 14% الناتج الصافي طلع حتى هوية بكتار من 7% وكذلك هناك تحسين حتى في الفون بروب أو الرأس مال للشركة اللي كان هناك تحسينات جد متميزة فهذه المسألة كنلاحظوا بأن رقم المعاملات تتحسن في جميع البرانش داكتيفيتين اللي كان خدموا فيهم على التأمين على الحياة ولا التأمين على السيارات ولا التأمين على الشركات وهذا بغض النظر أن هناك واحد المنافسة هي شرسة ما بين الشركات وهناك كذلك في بعض المجالات كتأمين على الكونستركشون هناك بعض المشاريع التي أجلت للسنة المقبلة وكنشوفوا بأن حتى الأرقام داكتور كاملين بأن نسبة النمور كانت تقريبا في هذا البرميز سماستر داكتون نصف في المائة وكان هناك واحد تراجع تقريبا داكتون خمسين في المائة في البرانش داكتون إذا أخذنا الشركات التي لدينا في إفريقيا الآن نتائج بدأت تكتبها لأن هذه الشركات بدأت تساهم في شفر ضفار الوفاة تقريبا 8% وجميع الشركات بدأت تعطي الأرباح خصوصا اللي بدأت هي الأولى كالشركة اللي كينا في تونس كالشركة الأولى ديالة اللي كينا في سينيغال والشركة واحدة في الكود ديفوار وكنضنوا بأن هذا التطور كيفو تطلع تطلعات ديالنا غادي داك شي مزيان بالحمد لله وغاديكون إن شاء الله في المقارب واحد النسبة اللي غا تعطي هاد الشركات في بنسبة التطور ديال رقم المعاملات ديال الوفاة السورانس اللي إن شاء الله غاديكون جد مهم بالنسبة للمعاملات ديال الوفاة السورانس